وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم فقال فإن صلاتكم معروضة عليه قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه وصلاة الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فوائد كثيرة على الإنسان منها أنها أداء لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتذال لأمر الله سبحانه وتعالى وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وترد عليه روحه لسماعها وعرضها عليه ويكلف ملك بتبليغها فيبلغه صلاة المصلين عليه وفيها ذكر لأبي الإنسان لوالد الإنسان وبر به لأنه يذكر في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الملك يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك وكذلك فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور في القلب ونور في الوجه وسعة في الرزق وتكفير للسيئات وهي عمل مقبول بخلاف غيره من الأعمال فهو بين القبول والرد لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بقبولها وأيضا فهي دعاء مستجاب مقطوع بإجابته وما سواها من الإدعية بين القبول وعدمه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء لكل من دعا به وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني ورحمه الله بل لم تطاوع نفسه على كثرة الصلاة والصيام والقيام فليشغل نفسه بالصلاة على خير الأنام فإن الإنسان لو مكث عمره كله سنوات عمره كلها في الطاعات وصلى الله عليه مرة واحدة لرجحت تلك الصلاة بكل تلك السنوات لأن الله يصلي عليك على قدر ربوبيته وعظمته وأنت تصلي على قدر عبوديتك ووسعك ولذلك فإن هذه الصلاة جزاؤها عشر صلوات من الله سبحانه وتعالى فكيف بذلك بالتضعيف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تفريج للهموم والكروبات كما قال ابن القيم رحمه الله إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح للفرج وتيسير للمهمات وتفريج للكروبات ففيها كل هذه الخيرات وإذا تعود الإنسان عليها وعود عليها لسانه فإن ذلك تربية وتزكية لقلبه وروحه وإصلاح لباطنه وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تثقيل للميزان وتكفيل للسيئات كلها ورفع للدرجات فأكثروا من الصلاة على رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وأداءا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيا لتحصيل هذه المصالح التي أنتم تحتاجون إليها جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي نمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم